ورجعنا تاني مشاهدينا لسا مكمليين مع بعض فقراتنا في نهارك تعيد اليوم الخميس اللي فات دعت جبهة الإبداع المصري لاجتماع تشوري للعديد من الأحزاب والحركات والإتلافات لأخذ موقف موحد ضد الدستور تتم السياغته بمعزل عن كافة قوة المجتمع المصري الاجتماع أصفر عن بيان وقع عليه 33 حزبا ورفضت استحواذ سيار معين على سياغة الدستور عشان نعرف طبعا أكتر عن البيان ده ومعينا النهاردة الأستاذ محمد عبلق الفناني التشكيلي وأحد مؤسسي الإبداع المصري والأستاذ عبد الجليل الشرنوبي المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإبداع المصري صباح الخير وأهلا بيكم معنا أهلا بيكم صباح النور واحدة صباح الخير يعني حسن ومحتاجين تشربوا قهوة أو شيء أو حاجة لا لا تشربنا تشربتوا طب الحمد لله عايز أقول أنه نهاردة بيجتمع مجلسي الشعب والشورى لانتخاب لجنة المية لسياغة الدستور بيرفض البيان الخاص بيكم بيرفض الطريقة اللي هيتم بيها اختيار لجنة الدستور ممكن تكلموني عن البيان ده وإزاي تم الرفضة السياغة اللي تم بيها الراوند طيب اتفضل هو أنا عايز أقول أول أنه قبل الاجتماع بتاع الخميس ده إحنا كنا عملنا الاجتماع كان حضره كل النقابات الفنية وكل الكائنات الرسمية في مصر حتى حتى وزير الثقافة رحنا له بنتاج الاجتماع ده وقع عليها هو كمان كان الهدف منها هو أن نصيغ خطاب نوجهه للبرلمان المصري قبل ما يعلن عن أي إجراء نحو ضوابط اختياره لجمعية تأسيسية للدستور اللي حصل أنه احنا توافقنا على أن نتبنى الحكم الصادر أو الرأي الصادر من فقهاء الدستور المصري بأنه لا يجوز للصانع أو للمصنوع اللي هو أعضاء البرلمان لا يجوز لهم أن يشاركوا في اختيار الصانع اللي هو الدستور الدستور هو اللي بيصنع البرلمان وبناء عليه الإعلان الدستوري الأخير حدد مهمة البرلمان المصري بأنه هو يختار أو ينتخب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد ينتخب يبقى مش منطقي إطلاقاً أنه هو ينتخب نفسه مش دستوري أنه هو ينتخب نفسه لأنه الإعلان ما فيهوش أنه هو بيقول يختار من نفسه أو ينتخب من نفسه فاحنا خطبنا المجلس مباشرةً وحمل خطابنا ده اللي كان فيه ترشحات المبدعين المصريين للمشاركة في الدستور كان فيه 25 قلنا لهم الخمسة وعشرين دولي توافق عليهم النقابات الفنية والاتحاد الكتاب ووزير الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة توافقنا على الخمسة وعشرين اختاروا منهم بس خدوا بالكم من حاجة إحنا معطردين على أن تختاروا نفسكوا في اللجنة دي فخليكم عند حجم اللحظة التاريخية اللي مصر عايشها واختاروا دستور اختاروا هيئة تأسيسية تعبر عن كل ألوان الطف السياسي المصري كل ألوان الطف المجتمع المصري ما تعبرش عن وجهة نظر الأغلبية وما تباشي الأغلبية مستحوزة عنها ده اللي احنا نفسنا فيه الدستور يعبر عن كل طواقف الشعب بالضبط لأنه بعد شوية الأغلبية البرلمانية هتتغير ده طبيعي النهاردة بالأغلبية حزب الحرية والعدالة ممكن بكرة يبقى حزب X بعده يبقى واي فكل ما يتغير تتغير أغلبية حيدعى لتغيير دستور كامل ما ينفعش هذا ما قلناه له حمل الرسالة وفد من الجبهة كان على راسه اتنين من النقاباء الأستاذ أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية والأستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين والدكتور محمد العدل من غرفة صناعة السينما والأستاذ خالد يوسف المخرج سلموا البيان وخرجوا سألتهم في أول اجتماع لنا إيه الانطباع اللي خرجتوا بيه من اللقاء قالوا إحنا سمعنا كلام لطيف جدا نعتقد أنه هو في إطار العلاقات العامة لا أكثر ولا أقل ما كناش متفاجئين لما مجلس الشعب طلع يقول إحنا عن شكل اللجنة بخمسين في المئة من المجلس وخمسين في المئة من برلمان من خارج البرلمان وده معناه باختصار شديد جدا أنه الأغلبية البرلمانية مع وجودها في النقابات المختلفة حيصل نسبتها جوه اللجنة التأسيسية لستين في المئة على أضيق الظروف وبناء عليه كل الشعب المصري حيتم اختزاله فاربعين في المئة بس عشان في الآخر يطلع دستور بيعبر عن ستين في المئة بيعبر في ستين في المئة منه عن الأغلبية البرلمانية الحاكمة ويبدأوا فعلايا في تطبيق تجاهاته من خلال الخمسين في المئة هي الأزمة ليست أزمة اتجاهات دلوقتي إنما احنا باعتبرنا بنمثل الحالة الإبداعية المصرية مش شايفين أنه المشكلة الرئيسية في تطبيق الاتجاهات قد المشكلة الرئيسية في أنه احنا محتاجين أرضية صلبة نقف عليها جميعا نبنيها سوا ده مش هيتحقق إلا من خلال دستور نضعه سوا ما يضعوش واحد فينا الوحدة عايزة روح للأستاذ حسن أنت مهموم جدا بالموضوع عايزة أعرف بالضبط إيه اللي كان بيتضمنه البيان يعني إيه اللي كان فيه بالضبط من حضرتك عايزة أعرف إيه اللي كان بيتضمنه أنا عرفت خلاص مين المشاركين في القصة لكن عايزة أعرف البيان كان بيتضمنه والبيان بيتضمن المعاني ديه والمعاني ديه هي هي المعاني ديه كلها بتتكلم على فكرة يعني إيه دستور يعني الدستور ده يعني معناه المستقبل يعني معناه أن لما الناس كلها تشارك في صياغة المستقبل ما يجيش حد تاني بعد كده لما يعني يتم اختزاله أو إقصاؤه أنه بعد كده هيمثل احتجاج وعبء دائم فهو الدستور عشان يتكتب ويبقى بيؤشر للمستقبل لازم كل الناس تشترك في الصياغة وما يكونش فيه فئة حاسة أن هي هضمة حقها في هذا الدستور وبعدين هو فيه حاجة فيه مغلطة البرلمان بيعملها احنا اخترنا البرلمان دي لمهمة محددة عشان البرلمان مش عشان يأكلنا ويشربنا ويودين المدارس ويغير كفولة العيالي يعني احنا اخترناها لمهمة محددة مش عشان كل الحياة المستقبل ده فيه ناس تانية تعمله البرلمان هذا برلمان لفترة تاريخية زمنية محددة تم بظروف معينة تم اختيار وطلة هذه الأغلبية ولكن هذه الأغلبية ليست قدرا على مصر ولكن الدستور ده ممكن يكون قدر الدستور ده ممكن نعيش به 20 سنة 30 سنة 50 سنة وياريت يبقى الدستور قوي نعيش به 100 سنة فمش ممكن أبدا أن فئة قليلة مهما كان أغلبيتها الآن في البرلمان هي تتحكم في مستقبل الأجيال القادمة وعشان كده لابد أن يكون الدستور ده مكتوب بشكل فيه توافق وتراضي كبير جدا عشان ما نبقاش كل شوية في حالة احتقان يعني لابد أن الدستور ده كل واحد زي المراية كده كل واحد يبص فيه يشوف نفسه فيه تمام طب يعني هل من وجهة نظاركو يعني أيضا رأي كل واحد فيكم هل من وجهة نظاركو أنه حصل تعامد في عدم اختيار فئات معينة أو بعينها في المجتمع للجنة صياغة الدستور؟ صدر هو لسه ما يعني هم النهار ده الاجتماعية الاجتماع بتاع مجلسي الشاب والشورى عشان يختاروا لجنة المية بس هم قريدي مصادرين على نصها وما نعرفش الاختيارات الخمسين اللي عايزين يعملوها أكيد هيبقى في مخطاتهم يعني يكون يعني على الأقل أربعين من الخمسين بقلها هيتم اختيارهم من خارج البرلمان يكونوا برضو من الموالين للطيار الأغلبية ففي النهاية هتلاقي نفسك يعني بتكلمي في عشر أسماء كده هتحس أن هم يعني مستنيرين أو بيمثلوا طيارات أخرى ولكن ده التخوف يعني النهاردة دلوقتي اللجنة مجتمعة هتكتمع النهاردة علشان تنتخب المية لللجنة التأسيسية للدستور بزبط إيه الموقف اللي ممكن يؤخذ النهاردة بعد ما يخلص الاجتماع ده؟ لأ قبل ما يخلص فيه موقف فقط أنا عايزة أقول إنه بس الأصل في المسألة هي اللي إحنا رفضينه هو مش مين اللي حيختار دلوقت خلاص مش مش دي قضيتنا إطلاق لا مش دي قضيتنا أنت في الآخر بتخيرني على أن أبقى مشارك في صناعة المستقبل أبقى أقلية في المشاركة ما بتخيرنيش على أننا يلا نتشارك والداعي بتاعنا للألق دلوقتي هو إن الإخوان باعتبرها هي الأغلبية السياسية الحاكمة في البرلمان حاليا تراجعت في كتير من المواقف فالإخوان أول ما صرحوا قالوا إحنا دخلين البرلمان علشان خاطر نشارك في البرلمان بنسبة 30% من 30% ل40% نسبتهم بقيت 57% في البرلمان الإخوان قالوا إحنا مش حيبقلنا مرشح للرئاسة النهاردة بيقول له إحنا حيبقلنا مرشح للرئاسة الممارسات اللي بتتم جوه المجلس لما نفاجأ إن حزب الأغلبية الإخواني اللي كان من سنة متهض ومطارد وملاحق وكل الفئات اللي دلوقتي واخدى مواقف سلبية منه كانت متضامنا معاه يقدم مشروع قانون لمجلس الشعب بتجريم التظاهر ما جرؤش مبارك يعمل كده يبقى معنا كده إيه؟ إنه من حقنا نخاف على المستقبل ونخاف بشدة خلاص تجاوزنا بقى حكاية أنتو النهاردة هتعلنوا في اجتماعكو إيه؟ بإن إحنا رفضنا المشاركة سلفاً يعني فيه أسامي وصلت لنا بمجلس الشعب من من رشحناهم دول مشاركين بس المشاركين في نسبة عامة مش هتبقى نسبة فيها فرص متكافأة في طرح الرؤى والأفكار وطرح التصورات لا للرفض ولا للإيجاب كان فيه خيارين قدامنا إن إحنا نشارك ثم ننسحب في النص ولقينا إنه بعد كده إذا شاركنا على مبدأ مغلوط إذا شاركنا والأصل اللي إحنا مشاركين عليه غلط حيتقال لما ننسحب أنت الأقلية جوه اللجنة ما قدرتش تفرض رأيها فانسحبت ولذلك قررنا عدم المشاركة وسميناها كده في البيانة مش كان الأفضل إن أنتوا برضو تكونوا موجودين ما أنا بقولك أوقتنا دلوقتي حنبقى موجودين والناقش وإنت عارفة إنه أنا والأستاذ محمد جايين في جلسة فيها ستة أفراد غيرنا وأنا وهو حنقدر نعرض وجهة نظرنا لكن الستة متوافقين كل الإجراءات اللي بتتم جوا مجلس الشعب بداية من توزيع لجان المجلس نفسها كان فيها الزام يعني الأغلبية جاية بتقول أنا اديت الحزب الفلاني حقيبة أو لجنة الثقافة وديت الحزب الفلاني لجنة الصحة وديت الحزب الفلاني هي خطة موجودة وضعت خارج البرلمان علشان يتم التوافق عليها وأغلبية بتدار جوه البرلمان موافقة بيتحول الأمر الموافق فهي دي المشكلة إحنا هنعمل إيه؟ بدأنا بالبيان اللي أعلننا فيه واعتبرنا المشاركة مشاركة للعب دول دور الكمبارس المتحدث زي ما بيتقال في لغة السينما أو الدراما ده إحنا مشاركين بس هنكمبارس جاي يقول كلمتين أو يعترب بجملتين ويطلع عشان يزبط الأداء في فيلم أو في مسرحية إحنا رفضنا المشاركة فيها هنعمل إيه بدئين من النهاردة دعينا جبهة الإبداع دعت ومعاها مجموعة من الأحزاب والحركات اللي موجودة على الساحة لوقفة احتجاجية قدام المحكمة الدستورية النهاردة طالعين عليها دلوقتي إن شاء الله الساعة داشرة حتبدأ بعدها حننضم للمحتاجين والمسيرات اللي طالعة رايحة على قاعة المؤتمرات عشان تعلن أنه الدستور اللي جاي دستور يعبر عن الأغلبية ولا يعبر عن المصري ده اللي ما حصلش بدري شوية بدري أكتر من كده لا يعني إحنا شغالين يعني الجبهة تأسست أساسا عشان الموضوع ده يعني سبب الرئيسي لتأسيس جبهة الإبداع هي تجمع لمجموعات كانت بتراهن على فكرة إن إحنا يبقى لنا صوت ويبقى لنا تأثير على كتابة الدستور فده بدأ من بدري بس إنت الوقت في مواجهة تركيبة أقوى بكتير جدا من يعني من الواقع يعني أنت لو أنت زي لم حضرتك نشوفي اللي بيحصل في البرلمان واللجان كيف تدار عبس يعني هو ده على كلامه فالموقف اللي إحنا بنعمله ده هو إحنا لوقت الموقف ده موقف حالي ولكنه يراين على المستقبل كمان إن في إحنا ولاحظنا يعني لاحظنا جابة الإبداع لما بدأت تضغط من منذ البداية طلعت على طول بعدها بيومين بتلات أيام وثقة الأزهر وكانت استجابة للضغوط اللي عملها المثقفين فإحنا بدأنا من بدري ولكن إحنا الوقت أعتقد أن السنة اللي فاتت أو السنة والنص اللي عدوا دولت علمونا إن الثورة ما زالت في بدايتها وإن قدامنا مشوار طويل والمشوار ده كلنا هنعمله مع بعض هنعمله مع بعض طب إنتوا شايفين إن الموقف ده كافير بين هو يغير مصار كتابة الدستور ولا إيه لا طب هل في خطط أخرى ده البداية إحنا مش من غاية يعني يعني أعزوك إن إحنا مش مش ديركسيون هنلف ولكن التوعية توعية الناس بإن ده يعني إيه دستور وهو ليه مهم لأن فيه ملايين النصرين معرفة الشأن مش وصل لهم مش وصل لهم وبعدين حضيك هتستفتي الناس على دستور في بلد 40% لا يقرؤون ولا يكتبون مضبوط يعني هتقرأ إيه عشان يقول لا نعم أو لا فإحنا للأسف الشديد وربما لحسن الحظ إن هذه الفترة هي فترة سيتسقف فيها الناس وهيتعلم المصريين حاجات كتير جدا هتزاهم فيه رؤية المستقبل لكن هو المشوار طويل يعني إذا أقولك إن إحنا مش يعني اللي إحنا بنعمله ده مش هيحول دفته الأمور ولكن ولكن أنا معتقد إن صوت الحق اللي إحنا بنطالب ده حق التوافق ده ده واضح جدا لدرجة إن هو هذا الصوت سيجتزب كتير جدا من التأييد يا ريت وبنتمنى جدا يعني أنا عايزة أقول إنه فيه النهاردة وقفتين واحدة قدام المحكمة الدستورية والتانية قدام قاعة المؤتمرات مين اللي هيكون مشارك فيها وإمتى يعني إمتى بالضبط المعايد بتاعها وبين هيكون مشارك فيها والساعة 11 اللي قدام المحكمة الدستورية وفي نفس الوقت هتبدأ تتحرك مسيرات عدة من عدة أماكن والتجمع في القاهرة نحية متجهة لقاعة المحكمة الدستورية لا لقاعة المؤتمرات المحكمة الدستورية وقفة إحنا هنتحرك لها كجابة إدع بنقاباتنا سينمائيين وممثلين وتشكيليين وموسيقيين واتحاد الكتاب واتحاد النقاد ومشارك فيها من الأحزاب حزب المصريين الأحرار والمصر الديمقراطي وحزب العدل ومشارك فيها من الحركات الشبابية اقتلاف شباب الثورة واتلاف فناني الثورة وبرلمان الثورة بأعضاءه واللجان الشعبية ومشارك حزب الجبهة جبهة التحرير القومي اللي بيحصل النهاردة احنا بنبدأ عندنا بكرة ان شاء الله اجتماع تحضيري لمؤتمر كبير حيتم خلال الأسبوع ده وحنبدأ نتحرك بالكلام ده لمخطبط الناس في الشارع احنا مش بنقول يا جماعة نحن مفصلون اصلي فيه ناس للأسف بتحاول تحول القضية لقضية دين مش قضية سياسة احنا بنقول نحن نسعى الى دستور يحفظ للجميع حقوقهم بالتساوي للجميع وانسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما قالش ما بجعلناكم مسلمين ومسيحيين ويهود لتعارفوا لا ده شعوب وقبائل اي مكانت دياناتهم فان كان يجمعهم وطن واحد واستندوا على دين عظيم جدا زي الاسلام علشان يبقى منهج للحياة ده يبقى شيء رائع بس نقعد ونتوافق كلنا بكل شريحنا مش علشان خاطر الاغلبية البرلمانية اخوانية يبقى هتقصي اليسار ولا هتقصي اليمين او هتجيبهم مكملين او مشاركين في ديكور عملية سياسية في الاخر هي دي المشكلة احنا هنتحرك للناس في الشارع مش بنقول لهم يا جماعة الدستور ده اصل الناس متخيلة متخيلين رد فعل الوقفات دي ممكن يكون بنسبة كم فالمية ممكن يكون لصالح الوقفات الوقفة اللي قدام المحكمة الدستورية هي لها معنى ومغزى لان في قضايا مرفوعة بعدم دستورية مشاركة البرلمان في يعني مشاركته وبأعضاؤه في اللجنة التأسسية فاحنا الوقف القدام المحكمة الدستورية لتأييد هذا المطلب لان في قضايا الوقت مرفوعة ستصل الى محكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الاجراء اللي بيحصل ده فهي دي ترمزيا احنا بنقول ان المحكمة احنا خوف كل الخوف ومقلنا طول الاجراءات دي معلش معلش ما هو احنا يعني مصر بدأت حياة جديدة معلش حتطول الاجراءات حتعد سنين ولكن السنوات دي دفع عمر الشعوب اللي عايزة تبني نفسها ده مش مش كتير لا لا مش كتير لان احنا الوقت اصل الثورة دي ما كانش يعني مفتاح اون اوف يعني عملنا ثورة قلبة الدنيا الشرارة الاولى والثورة دي يعني عمل عظيم حصل ولابد ان يعم هذا الخير اللي هو الثورة على الجميع على الجميع لا يمكن ابدا ان يستأثر قطاع او اتجاه او مذهب او فئة بهذا الخير لازم الخير يعم على المصريين لان المصريين كلهم شاركوا في هذه الثورة ولازم كلهم يحسوا ان هم هذه المشاركة يعني اتت عليهم بالخير فمش ممكن ابدا ان الدستور يبقى مجافي لحقوق مجموعة مهما كانت ضئيلة في هذا المجتمع هل عندكم خطوات ممكن حطن لها من دلوقتي خطة حابين تعالينوا عنها او تقولوها من دلوقتي كل الخيارات مفتوحة الاجتماع بكرة لوضع هذه الخطة اللي انت بتقولي عليها واحنا عندنا قناعة بانه الشعب المصري ده اوعى بكتير جدا 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 من كل طموحات البعض في الاستئسار بالسلطة عنده والشعب المصري مش هتبقى مش هتبقى يقولها تنسوا ده توصلوا ده للشعب المصري علشان يفهم الموضوع او يأيدكم فيها اذا كان المعلنين بيدفعوا فلوس لنجوم الفن والابداع والكتابة والادب علشان خطر يطلعوا يرواجوا لبضائعهم عشان ليهم قبول عند الناس فلما تبقى جبهة الابداع المصري وسط الحياة السياسية المصرية بتخطب الشارع بنجوم الشارع بيحبهم وبيسق فيهم وبيرى انهم لهم رأي خاصة انه كتير منهم شافهم في وقت الثورة او في قلب الشرارة الاولى للثورة موجودين مع الشباب وموجودين مع الناس بيتحركوا حيبقى لهم مصدقية وبعدين الشعب قوع كتير جدا من كل المحاولات والدليل ان احنا في التاريخ القريب سنة 30 الشعب المصري رفض الدستور اللي صاغته اغلبية برلمانية بمعزل عن الشعب وقدر يوقعه الامل يعني خلاص احنا اصله بعد 30 سنة كان كل الناس في الشارع ردخوا وظنوا انه ما فيش حياة ما فيش اي معلم للحياة في نفس الناس بعد 30 سنة من الظلم والقهر والاستبداد يسور هذا الشعب معناها انه طراثه السبع تلاف سنة دولي لم يضيعوا هباء احنا بنراهن على اننا منتمون لشعب عظيم جدا قادر على ان يدافع عن حقه في الحياة حقه في الحرية قلنا الكلام ده بالمناسبة في اول يوم من عقاد للبرلمان الحالي احنا بعد مؤتمرنا التأسيسي الاول اللي مضع على بيانه اكتر من 5200 وواحد واكتر من 45 او 54 اتحاد واكتلاف ونقابة بعد المؤتمر ده وجهنا خطاب في اول يوم وتحركنا بمسيرة من الابرة لحد مجلس الشعب وقلنا للبرلمان يا برلمان اول حاجة بنطلبك بيها الدستور مش اي حاجة تانية الدستور لازم يكتب بمعزل عن كل مؤسسات الدولة لازم يكتب باستقلالية تم بتمثيل كامل متكامل حنتحرك في الشارع نعمل مسيرات ونعمل مظاهرات ونعمل اعتصامات تصل لإضراب مفتوح وندعو كل خياراتنا متاحة اللهم يضع في الاعتبار كل وجميع الطوائف المصرية اللي موجودة في الشعب كله في نهارك تعيب متابعين معاكم كل اللي بيحصل ان شاء الله وبشكركم على وجودكم معنا النهاردة وبكل توفيق شكرا لحضراتكم مشاهدينا كان معانا الاستاذ محمد عبل الفناني التشكيلي واحد مؤسسي جبهة الإبداع المصري كمان كان معانا الاستاذ عبدالجليل الشربوء الشرنوبي المؤنصق العام لجبهة الإبداع المصري باسبكم مع الفاصل وبرجع مرة تانية لسا موجودين معاكم في نهارك سعيد